لكن النهاردة لما نيجي نتكلم عن واحد من نجمنا الكبار واحد من مواهبنا العظيمة في النادي الاهلي هنيجي نتكلم عن أليو ديانج أليو ديانج تحسه مناسب للنادي الاهلي تحسه هو بتاع النادي الاهلي خلاص يعني ارتبط اسمه بكيان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ارتبط به بالمناسبة ديانج اللي بدأ مشواره مع نادي دي جوليبة المالي قبل قبل الانتقال إلى نادي مولدية الجزائر ثم انتقل إلى نادي الأليف 2019 ديانج مش بس لاعب موهوب قبل بس ما كمل مع حضراتكم أنا وأنا باتفرج على ديانج وهو بيتكلم في الموقع الرسمي للنادي الأهلي تكلم عن أن والده والدته ما كانوش أو علته يعني أو أسرته ما كانوش عايزينه يلعب كورة كانوا عايزينه يبقى أكتر في الدراسة احنا كأبهات دايما بنبقى عايزين ولادنا يعني في المدرسة أهم حاجة لأن الكورة مش مضمونة زي ما حضراتكم عارفين ولكن المشكلة لما يكون اللاعب أو يكون الولد من دول بيلعب رياضة كرة قدم وانت كأب أو كأم حتشوف ان هو عنده أو حتشوف ان هو عنده الموهبة اللي تخليه قدر يكمل ولا لأ فتقدر تقف معاه وتساعده وتسنده لأنه بدون مساندة الأسرة صدقوني الموضوع هيبقى صعب جدا 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 على أي حد عايز يلعب كورة قدم ويكون كمان بيدرس كويس عندنا أمثلة كثيرة في مثل هذا الأمر عندنا أمثلة تقدر تتكلم عليها لما تيجي تتكلم عن واحد زي واقل جمعة واقل معاه أداب إنجليزي يعني الرجل عنده شهادة عالية في نفس الوقت واحد من اللاعبين اللي وصلوا لأعلى المستويات سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهل فممكن هي بتبقى صعبة وفي مرحلة الكلية الموضوع بيبقى صعب شوية لكن في النهاية أنت بتقدر أو تحاول تحاول كأسرة يعني أنت توقف مع ابنك أنه هو يقدر يدرس كويس ولكن يلعب كورة أيضا لأن الرياضة بتبعدك عن حاجات كتيرة جدا فديانج مش بس لعب موهوب الحقيقة ومهم وصاحب جهد عالي جوه الملعب لا الحقيقة ده كمان قدوة لأي لعب صغير وده الأهم بالنسبة لأليو ديانج ديانج واحد من أكثر اللاعبين الملتزمة لحضرتك ممكن تشوفها في حياتك ديانج عاشق للنادي الأهلي وإحنا كمان بنحب